اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع المجلس الاستشاري الاقتصادي بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وخلال الاجتماع أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يهدف لملاقشة عدد من المقترحات والتي من شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية وزيادة تدفقات النقد الأجنبية كما طرحوا بعض الأفكار والتي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعة الخاصة وكذا التوسع في برامج السيحة العلاجية إضافة إلى طرح عدد من المحافزات المختلفة لجذبي الاستثمارات الدولارية ترجمة نانسي قنقر